أنا بقى بجد نفسي أعرف إيه السر إيه السر بتاع هوس شهادات الثانوية العامة في مصر شهادات يعني إيه؟ يعني بصوا بقى الثانوية العامة بتاعتنا زي حالاتي على سبيل المثال الثانوية العامة ده على أيامنا والحالية اللي هي بتاعتنا بتاعت الدولة بتاعت مصر يعني سانوية العامة لمصري في مصر عندنا هوس طيب السنوية العامة في مصر ليه السنوية الإنجليزية هوس في مصر السنوية الأمريكية هوس في مصر السنوية الفرنسية هوس في مصر السنوية الألمانية هوس نفسي أعرف ليه الهوس ده مش موجود في العالم يعني ليه الخوف والرعب والبعب ده مش موجود في العالم سنة زي كل السنوات امتحان زي كل الامتحانات عندنا في مصر يقول لك لا أصلا دي السنة المفصلية كويس أيوة بناء عليها هيتحدد جزء مهم جدا ومؤثر جدا من مستقبلنا ألا وهو حياتنا الجامعية تخصصاتنا في الجامعة هتحدد بشكل ما هوية مستقبلنا هنبقى ماشيين في أي اتجاه في أي مصار كويس مش ياخدك الاستثناءات بتاعت مثلا أنه حد بيبقى متخرج من طب لكن بياخدوا الفن مثلا في التمثيل أو حد متخرج من الهندسة وبياخدوا مثلا أنه يشتغل في بيزنس زراعي مثلا حاجة كل ده مش القص أنا فاهم أنها سنة مفصلية شديدة الأهمية لكن هي مش سنة مرعبة ان تذاكر تنجح ان تعمل حسابك على أنه فيه امتحان هتنجح هتعمل حسابك أكتر وهتركز أكتر وهتذاكر بشكل أكتر فاعلية هتجيب درجات أكبر وكل ما تبقى مذاكرتك فعالة كل ما هتقدر تجيب درجات أفضل وأفضل هيطيح ليك أنك أنت تخش الكليا اللي على مزاجك طول ما فيه حاجة اسمها أن احنا بنخش الكليا عن طريق التنسيق والدرجات وتراتبية الدرجات وما إلى ذلك هل فيها حاجة تحسسك أن أنت بتخترع الصواريخ يعني علم الصواريخ إطلاقا إطلاقا المسألة كلها أنت بتذكر بشكل فعال ولا لا ده بمنتهى البساطة يعني مثلا مثلا كان طول عمرنا يقولولنا في المذاكرة بتاعة الرياضيات عايز حل مشي إيدك لازم تحل تحل مرة واثنين وتلاتة وكل أنواع المسائل وتجرب أنواع الطرق والأنواع والطرق المختلفة للحل كذا الحل في الفيزياء الكيميا أسهل شوية طب ده ليو إحنا يا علمي الأدبي على عكس ما الناس متصور أنا مش بحاول أقولك يعني مثلا نصايح الرجل الجامد خالص هي المسألة بهدوء بمنطق الأدبي مش زي ما الناس متخيلة حالة حفظ وصم ورص الأدبي تشغيل مخ التاريخ مش تشغيل مخ الجغرافيا تشغيل مخ هو نوع مختلف من تشغيل المخ غير العلمي بتاع العلوم وغير العلمي بتاع الرياض بس هو تشغيل مخ لا في حفظ ولا في صم اللي بيحفظ وبيصم ما بيوصلش الحاجة طيب تيجي وزارة التربية والتعليم المصرية تقرر إنها تتفاعل مع الطالب أكتر وأكتر وتساعده أكتر وأكتر وعجبني بصراحة اللي عمله يعني إنه بيفهمك الامتحان جاي إزاي وشكله والطرق السليمة للحل يعني اللي هو طب هنعمل إيه طيب